اتخذ الرئيس جينبين خطوة تاريخية للغاية لجمع هذه الدول معاً وهذه علامتنا الجديدة للدخول في نظام دولي جديد وفي ظل هذا النظام الدولي متعدد الأطراف لم تعد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الدول المهيمنة الوحيدة وخلال الاجتماع تم توقيع مذكرة بشأن التزامات إيران للانضمام إلى المنظمة وإطلاق إجراء قبول بيلاروسيا كدولة عضو والموافقة على قبول مصر والمملكة العربية السعودية والدول الأخرى كشركاء حوار جدد وأشار الأستاذ باغجي لأن منظمة شانهاي للتعاون التي تقودها الصين قد وفرت لأعضائها منصة واسعة وهامة مما عزز قوة الخطاب الدولي كما حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغانا القمة وهي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس تركيا القمة منذ أن منحت تركيا وضع شريك الحوار في عام 2012 حيث أشار الأستاذ باغجي إلى أن المبادرات ذات الصلة لمنظمة شانهاي للتعاون تتماشى تماما مع المصالح الوطنية للتركيا إن العلاقات التركية الصينية لها أهمية اقتصادية خاصة حضر الرئيس التركي قمة منظمة شانهاي للتعاون مما يشير إلى أن تركيا تعتبر منظمات شانهاي للتعاون منظمة يمكن التقدم إليها ومن المرجح أن تنضم إليها في المستقبل ومنظمة شانهاي للتعاون ليست مثل منظمة حلف شمال الأطلسي التي تأسست عام 1955 بل أنها منظمة عدم انحياز وهي أيضا منظمة جديدة تعز التنمية الاقتصادية في آسيا ولذلك آسيا لديها الآن ديناميكية جديدة ومن هذه الزاوية مبادرة الصين هي أيضا تصد في المصلحة الوطنية لتركيا بالكامل